للعام الثالث على التوالي لا يزال الحرمان يخيم على هؤلاء النازحين لا سيما في الأجواء الرمضانية في المخيمات الأكثر تدهورا هنا في محافظة أبيان فالحرب المستمرة في مناطق كالحديدة وتعز تتسبب في حرمانهم من الشعور بالاستقرار ويعجز الكثير منهم عن توفير قوته الضروري حتى في شهر رمضان الفضيل بالنسبة لرمضان عندنا والله هذا صعب بعض الأسر ما تلاقي ما تأكله يعني في هذا المخيم شمال مدينة زنجبار لا يختلف حال صفية وأطفالها عن باقي النازحين ولم يكن هذا الشهر إلا مناسبة لزيادة الأعباء على عاتق هذه الأسرة التي اعتادت على المعاناة كاعتياد هذه الأمة على أعمالها اليومية سعيا من خلالها لتجهيز ما يمكن من وجبة الإفطار بالقليل من القمح كانت قد حصلت عليه كمعونة غذائية أما عن باقي الاحتياجات الأساسية فتلك غائبة عن الأسرة النازحة المعدمة حيث تظهر خلافاً لمزاعم المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة التي تقول إنها تراقب مثل هذه الحالات وتقدم لها المساعدات الإغاثية بصورة تضمن حصولها على الدعم الكافي لكن تلك المساعدات وإن وصلت لا تتعدى كونها سلة غذائية لا تكفي لأسبوع واحد كما يقول البعض لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبين